السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو الجديد وياكم اخوكم عدل عبدالله. هذا الفيديو سيشرح عن تطبيق التطبيق العراقي اللي يشحن لك منتجات من المواقع الامريكية والعالمية للعراق يوصله بباب منزلك. فبصراحة الفيديو هذا المفروض سويه من زمان. بساني يوم ورا يوجد تأجي الموضوع. فترة من الفترات بيوري باتي فورن مخصده شبير. وبال اثناء نزلت التطبيق اخذت نظرة سريعة لديت الشحن شوية مبالغ به. فالسعار شوية غالية. فما شرحت عليه. الان قبل شهر دعش يعني قبل شهر تقريبا. بجعني احد الاصدقاء فراد منتجات وشغلات يشتريها. فقلت لي خلي اشتري لك عن طريق بيور باتي فورم. هم تجربه شخصية. وهم نشوف السرعة والمبلغ اللي راح ندفع للمنتجات. واني يعني بالقناة اي شغلة يعني اذا ما اسمه اجربها شخصيا ما انشرها يعني الا تجربة شخصية عندي بياه. حتى اعرف مساوة وحسنات على التطبيق. فبداية طريقة تسجيل الحساب انا شرحها يعني بكل الابليكيشن وكل تطبيقات المواقع تقريبا نفس الالية. مجرد الاسم الاول والايميل ورقم التليفون وهي التفاصيل. نحنشيك بداية كسرعة. طبعا انا اول مرة اجربهم تشوفون هنا راح اشوفكم الاشعارات اللي جاتني. اخدت المنتجات اه يوم اثنيين داعش ساعة بالعشرة وثلاثة عشر دقيقة مساء. طيتهم الفلوس عن طريق اه ذكر اه اه دفعت عن طريق الماستر كارد. فاخدوا من عندي المنتجات اخدوا من عندي الفلوس وبلشوا بعملية الشراء طبعا ويا كل عملية كانت تجين اشعار انه صار صار فلان شي صار فلان شي صار فلان شي تشوفون انه يوم اثنيين داعش اه يعني يعني اشتروا من الباع اللي بامازون يعني هنا المنتج خلال يومين وصل لمنزل او العنوان الامريكي من الشركة طبعا هنا يعني ممكن المنتجات خلال يومين يتنشحن اكون منتجات التاجر اللي بامازون وموقع امازون نفسه يأخر للشحن يعني ممكن اسبوع فهنا صارت لا سرعا ثلان داعش بيومين وصلت للمغزن تم استلام طالبك في مخازن امريكا العفو هنا انشحنت هنا انشحنت للمنزل يوم ستة استلمو يعني من يوم الثنين لحد يوم ستة اربعة ايام استلمو اه الطلب جاهز يشحن العراق يعني بيوم ستة جهزو الطلب في الطريق دا العراق يوم سبعة يوم اه اثنى عشر داعش يعني مدة وجيزة يعني تقريبا بخمسة ايام ايه يوم سبعة لحد يوم اثنى عشر العفو خمسة ايام وصلت ساعة بثلاثة للقمارك العراقية اه يوم اه اشرين وصلت للمخازن في بغداد ويوم اشرين يعني نفس اليوم استلمته يعني تقريبا ورا يوم العفو يوم واحد وعشرين استلمته فهنا ما ذاكري يوم يعني المجموع الكلي للأيام حد تحسبه من يوم اثنين داعش لحد يوم واحد وعشرين داعش تقريبا ما هي قارب ساعة عشر يوم سلمت الطلب فالسرعة يعني مبدئيا سريعين بالتوصيل ودفع التوصيل لحد باب البيت فابتصل بيه سائق اعتقد ما شركة التوصيل هو اللي يسلمني المنتج وما دفعت شي يعني هو يدافع كل المبلغ الانلاين نجينا مميزات الموقع التطبيق العفو طبعا مميزاتها هم داي يشتغلون علي يوم ورا يوم داي يطورونه عندها تابعهم اه العالمي يضافوا بيه سوقين امريكي واوربي طبعا يعني يلخص عليك اشياء هواية ويبسطها السوق الامريكي المواقع الموجودة هي امازون على هيكسا بريس والمارت نايك اديداز كانت بيها اي بي وكانت بيها ابل شعلوها الاثنين طبعا والاسباب وضحوها بمنشورات الابل ما وضحوا المنشور يعني ليش طلب يعني ليش شعله طلب من ابل بس من اي بي لانه اي بي تجار يبيعون فشانت المواد كثيرتها مخشوشة او مواقع يعني يعني التجار وهميين يغلون فلسهم ميدزون وما خسروا يعني حسب ما ذكروا بالمنشور مالته فشعلو عندنا اديداز بي سباي تارجيت علي بابوي يعني دشوفوه بدي يشتغلون يعني مواقع جيدة الاسعار شوية مبالغ بيه صراحة نصراح اشتركم شون راح اشوفكم نموذج هذا السوق الاوروبي ايضا ضايفين بي ديور ايكا ايكيا العفو يعني ايكس بريس الاوروبي وامازون الاوروبي و اوتو دوك يعني ضايفيها ما مستخدم للسوق الاوروبي على امري كير مثلا راح اشوف يعني ندخل على موقع من المواقع خلينا نشوف امازون مثلا احنا حاليا على موقع امازون خلينا نشتري فتحاجة كالتجربة خلينا ناخذ الابلوتج سيريز ستة تشوفون هنا يعني مثلا هذا الابلوتج هذا اربعين ملم اربعين ملم اربعين ملم اذي اربعة اربعين هذا هذا اس اي هذا السيريز فايف انا عموم خلنا اخذ اي منتج كلا على المثال يعني للمثال ناخذ اي منتج خلينا نشوف هذا الاربعين ملم تثمية وتثمية اربعين دولار طبعا اه انت هنا تنطيهم جميع معلومات المنتج هذا الاخضر خليه يصير اصفر اضافة الى السلة هنا عنده اصير عملية المعالجة اللي حتي يضيفوها للسلة وقليك التكلفة كاملة واصل باب بيتكشكت الذهاب الى السلة يعني هاي الساعة وزن الشحن طبعا ديقول لك واحد بوينت تمانية انصة اه ابعاد المنتج هيتو هيتو الوقت المتوقع ديوصول منتج للمخازن امريكية ثمية وستو خمسين يوم هذا يعني عدم فتخلة اللي اعتقد اللي يشتغلون عليه ما يطول هالقده بس ادهم زين نجي هنا التكاليف مال الشحن دي تشوفو هون ديقول لك هنا توصيل المنزداني بشغلة ثمانية بوينت لاتعاش كيدو وعنا كلها دولار الكيدو هي عملة دولار اعتبرها بالدولار سعر المنتج نفسه ثلاثمية وتسعة واربعين بوينت تسعين هم ياخدون ثنين وعشرين بوينت صفر واحد هذا ما التكاليف القمرق ديقول لك هنا تفاصيل ديقول لك الشحن ثنين بوينت ستة وسبعين كيدو القمرق والعلاقي اخذ سبعة عشر بوينت خمسة كيدو عملة تبير باتي فورم واحد بوينت خمسة سبعين يعني هذا النوعا ما نقدر نقول جيد يعني هو لو هي سهلة تقريبا كل كلفت ثنين وعشرين كيدو بثمانية بثلاثين دولار الشحن ثلاثمية وثمانين دولار تقريبا ثلاثين دولار تكلفك هاي ساعة واصل الى باب بيتك طبعنا واصل الى باب بيتك طرق الدفع الموجودة هي بطاقات اعتماية عندك ماستر كارد او بيزا وزين كاش ومنصة تزديد اللي من قبل كي كارد طبعا عمولات ما ياخذون على الشحن المحفظة ما كوي عمولة مبلغ نفسه سواء انت اخترت اي طريقة تقدر تتفاعل من خلالها بس يعني شحن مبالغ به نوعا ما انا اقول اذا احد يريد يشتريه يلم مجموعة اغراض يعني اصدقاء ثلاثة اربعة مثلا قول قول محتاج شغلة تكونوا تكلفة اقل لانه انا اعرف بالوزن الفعلي ما المنتجات كل ما تكون الوزن اكبر سعر الباوند يقل بس خلينا نضيف بعد منتج اخر حتى شوفكم الفرق بس يعني العمليات كلش مسهليها ومبسطيها لللي ما يعرفون بالشراء من الانلاين تصفر كلش ما يعرفون فكل الشي يعني راح يفيدهم طبعا طريقة شحن الكيدو ايضا انكو طريقة اخرى هي عن طريق عندهم مندوبين يجون استلمون الفلوس ويخلو لك كيدو بالمحفظة ماتك والطريقة الافضل اللي انا اصح بيها حاليا هي عن طريق منصة تزديد وبطاقة كي كارد رافدين التزديد هم عادي للرافدين تقدر تزديد ينطوك رقم فاتورة وتروح على اي مكتب حواله يدعم كي كارد تنطي رقم الفاتورة وهو يدفعلك وتنطي الفلوس وتنضاف الكيدو على محفظتك هنا خلينا نشوف ايضا من والمارت طبعا كل عم اندى سويه حتى بس نعرف بش قد راح يوقع سعر الشحن علينا كله يعني ابل خلينا نشوف ايباد ابل جنريشن 10.2 يعني سي 8 تشوفون طبعا هذا طبعا ايضا اكو اكو شغلات مرات الصادف مثل بلاك فرايدي او شغلات تربح بيه يعني هذا الايباد عندنا سعر اليوم حاليا حسب ما اعرفان شوي عندي معلومات بالتليفونات كوني عندي محل واتابع الاسعار فالايباد هذا حاليا عندنا بهاي اللحظة جملة 340 دولار جملته 340 دولار هذا 299 دولار هنا يعني اذا الشحن مات هذا 20 كلش توب تربح لك 20 دولار صافي اذا الشحن مات 20 بس ما توقع شحنه 20 واللون الموجود الوحيد هو الاسويت تيد ورانتي من يحتاج ورانتي لان هي ابل او رادي بيه يقول لك هنا اهه free delivery يعني خمسة يوم خمسة واحد وصل لمخازنة اللي بامريكا اللي ببير بلاتي فورم راح نضيف الاسسلة والساع اللي خليتها سعر هنا تقريبا مقارنة نفس السعر بس انتوا تدوروا بالمواقع دايما تتقون اشياء ارخص بهواية وممكن تستفاد يعني انا مرات اسوي شغلات يعني اشتريها من هاي المواقع وبيحها هنا بربح يعني انا مجرد قاعد ببيتي فلوسك تنام صح خمسة عشر يوم بس تربح لك عشرين خمسة وعشرين دولار هاي هم تقدر تكون بها خبزة إليك استفادة بالعامية هنا نقول خبزة هتا تكون إليك استفادة بيها طبعا عندي يقول لك كورسة الشحنة هاي تسعة بوينت تسعة انج زين الشحنة تقصر ثلاثة وخمسين سبعمية وعشرة الساعة هاي مراح نستفاد من العدالين السعر كل شغالي تقريبا مقارنة السعر هنا دعني نشيل الساعة نسح من السلة دعني شوف الايباد إذا بي استفادة الايباد واحد ثلاثين دولار هنا قلنا ثلاثمية واربعين مجموع الكلي ثلاثمية وثلاثين يعني تربح لك دولارين طبعا هاي في حال إذا أنت خدته على أبو محل الكبس بالكارتون بالعلبة خدته ينطيك ثلاثمية واربعين خمسة واربعين دولار بهاي اللحظة طبعا الأسعار تصاعدها نازلة فهذا الايباد ممكن تستفاد من عنده يعني إذا كان شحن أرخص زين خلنا زيد القطع راح تزيد الشحن نفس الحالة لو ما أقدر زيد القطع ما أعرف ليش العموم هذا الشرح مبسط عنها طبعا تدفع عن طريق قلت لكم زين كاش والبطاقات المصرفية ومنصة التزديد وعن طريق الوكلة طبعا هذا كل الشرح اللي كان موجود هنا وها مثل ما قلت لكم أنه أكو العلي اكس بريس أيضا اللي يحبون الجملة بالعلي بابا ما نجربهم ما عرف يعني أسعارهم شقد بالشحن غالية أولا خديني نشوف طبعا علي بابا موضوع قصة قصة كلش طويلة يعني إذا أشرحها يحتاج ساعات ولو هذا الفيديو هم طويل بي بس نحن على سبيل المثال خلينا نشوف طبعا هنا ممكن تستفادة يعني تاخذ كابلات من ايفون من علي بابا جملة وتبيعها وطلع استفادة هاي الناس اللي يحبون نشتغلون انه على الانلاين ايفون كابل طيب السعر هذا يقولك من ستو 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 سبعين سنتي هدو عاد بوينت لعه ثلاثين عشر قطع أقل كمية تقدر تطلبها هذا يجب ان تواصلوا بالتاجر وهاء اللي هؤسة ما عرف شو مرتبهة شو ممكن تحكيوا يقل لك السعر خلينا نشوف هذا الكابل عن المثال خلينا نشوف اضافة الى السلة خلينا نشوف علي بابا باش يحسبوه لان ما نجربه صراحة نجلي اضافه علي بابا و هاي المواقع الاوروبية والمواقع الصينية وغيرها داعش منتج بالسلة اقل كمية عشرة سعر الواحد بصفر بوينة خمسين كيدا اثنين خمسين سنت وقل كمية عشرة وزن هل قدة البقت المتوقع لوصول مزداد للمخازنة في امريكا اربعة ايام معقولة به السرعة زين مش قدة السعر اجيب السعر كلش رخيص اذا على هذا الحاجة خلينا نشيل الايباد بالله نشيك السعر اوكي شحنهم صراحة يعني خمسة بوينة تلتعش خمسة بوينة تلتعش صور بوينة ستة عشرين جمرك العراقي عمولة بيوتين واحد دولار شحن خمسة بوينة تلتعش اله المجموعة راعصية تلتعش بوينة أو سبعين يعني توقع عليك اله الكامل الواحد دة دولار 7 cabele تغسيم ثم كامل الواحد كامل الواحد يعني جيد عموما أدخل لكم رابط التطبيق أسفل الفيديو والموقع والفيسبوك مالتهم مخافعتكم سؤالة واستفسار طبعا هذا الفيديو مو أعلان لهم مجرد تجربة شخصية حبيت أن قلها لكم في نهاية الفيديو إذا عدتكم أي سؤالة واستفسار من عندي شخصين تقدرون تخلوها بالتعليقات أو تتواسطون على رابط الصفحة مات الفيسبوك اللي مخليها أسفل الفيديو كانوا ياكم أخوكم عدل عبدالله ومع ألف سلامة